أولى حلقات المواجهة بين الحكومة الإسرائيلية الجديدة والسلطة الفلسطينية بدأت وزير الأمن القومي بن جافير بدأ عمله باقتحام ساحات المسجد الأقصى فرد الفلسطينيون بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية لتقر سلسلة عقوبات تنوعت بين الشخصية والمالية والميدانية هذه الإجراءات لن تثنينا عن مواصلة حراقنا السياسي والديبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي ليس فقط لمحاصرة حكومة نتنياهو اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال وإنما أيضا لمساءلتها ومحاسبتها ولوضح حد لإفلاتها المستمر من العقاب نحن نطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل للجم هذه الحكومة المتطرفة ووضح حد لتنفيذ برنامجها الاستعماري العنصري وفق مصادر إسرائيلية فإن الحكومة الإسرائيلية اختارت عقوبات محددة بحيث لا تؤثر بشكل مباشر على الانتعاش الاقتصادي للمواطن الفلسطيني ولا تضر بالمنظومة الأمنية للسلطة الفلسطينية العقوبات استهدفت عرقلة حركة بعض المسؤولين السياسيين واستمرار مصادرات جزء من أموال الحكومة إلى جانب مواصلة التضييق على المؤسسات القانونية والحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية وإلغاء بعض الموافقات على البناء في المناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرة إسرائيل أخطر ما في هذه الإجراءات أنها تأتي ضمن برنامج حكومة وسياسة معلنة وخطوط عريضة تدعو إلى تكويض السلطة بشكل نهائي ولا ضم الضفة وحسم الصراع ربما هذا يجعلها حلقة في سلسلة أكثر خطورة وأبعد مدى على المدى المنظور خاصة فيما يتعلق بالصراع وحسمه يدرك الفلسطينيون أن الأخطر في توجه الحكومة الإسرائيلية الحالية لم يأتي بعد والذي قد يكون على شكل عمليات عسكرية واسعة ضد مدن فلسطينية بعينها وشرعانة بؤر استيطانية ومصادرة أراض واسعة تنهي أي أمل بإقامة دولة فلسطينية متصلة سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في قمة مواجهاته مع حركة حماس في غزة أن سمح بتدفق الأموال إلى القطاع وحافظ على تنسيق الأمن مع السلطة الفلسطينية إذن فالوضع الاقتصاد العام للفلسطينيين وقوة السلطة من الناحية الأمنية هي مصلحة لإسرائيل فهل سيحافظ نتنياهو على هذه السياسة أم سيدفعه وزراءه المتطرفون لتغيير هذه السياسة وتغيير قواعد اللعبة برمتها عبد الحفيظ جعوان العربية الأراضي الفلسطينية